يا تيكو العافية يا سابر أنا المسئي ناس رح نبلش بدرس مبادئ التصميم الداخلي طبعا التصميم هو عبارة عن عمل فني بيستند على مبدأ التصميم طبعا التصميم بيعتمد على الضوق والحس والجمال أي حل عنده ضوق وحس وجمال بيصمم بطريقة جميلة نحن نعرف أول إشي شو يعني توازن يا مس التوازن هو عبارة عن الإحساس بالاتزان اللي بيجي من توزيع الخطوط والألوان والأشكال بطريقة تبعث الارتياح يعني لما أنا بكون عندي إحساس متوازن أنا بقدر أوزع الخطوط والألوان والأشكال طبعا وبطريقة صحيحة بحيث إنها تكون موزعة بطريقة بتبقى تعطيني شعور بالراحة وشعور بالارتياح في عندي أشكال للتوازن اللي هي ثلاث أشكال أول إشي اللي هو التوازن المتماثل شو يعني توازن متماثل التوازن المتماثل يعني بكون في موجود عندي نقطة مركزية بحيث إنه المنطقة أو المساحة يا ماس بتكون عبارة عن مقسومة لقسمين يعني في عندي هون النقطة المركزية اللي هي الطاولة الموجودة عندي هاي طبعا مقسومة لقسمين يعني هون قسم هون قسم وهون موجود عندي قسم زي كإنه بمر خط وهمي بينهم هاد بحكيله خط وهمي هاد عندي خط وهمي فإذن التوازن المتماثل بشكل عام إنه يكون في عندي نقطة مركزية بحيث إنه المساحة الغرفة مقسومة حكينا لقسمين وبمر خط وهمي بيعطي هاد الانطباع كإنه يعني خط وهمي بيعطينا هاد الانطباع هلا اتنين اللي هو التوازن الغير متماثل شو يعني توازن غير متماثل إنه بحط أشياء مختلفة إلها وزن بصري متساوي على جانبي النقطة المركزية يعني بيكون في عندي قطعة أثاث كبيرة مثل هاي قطعة أثاث كبيرة قريبة من نقطة المركز نقطة المركز عندي هون اللي هي استجادة وفي عندي قطعة ثانية بتكون ابعيدة اللي هي مثل هون مثل هاي الكناباية فإذن عندي التوازن الغير متماثل اللي عبارة عن إنه يكون في قطعة كبيرة قريبة من نقطة المركز وقطعة ابعيدة عن نقطة المركز عفوا يا ميزات هذا التوازن إنه يا ميز بيتصف بالحيوية والنظرة الفنية يعني الإنسان اللي عنده نظرة فنية هو الإنسان اللي بيقدر يرتب منزله بهاي الطريقة التوازن المشع هو عندي ثالث نوع عبارة عن ترتيب القطع حول نقطة واحدة يعني مثلا زي ما أنا شايف عندي هون بالصورة طاولة واحدة حواليها كراسي كتير طبعا هو هذا النوع من الأنواع الأقل استعمالا يعني إذا أنا جبت لك الامتحال ما هو التوازن اللي أقل الاستعمال رح تحكي لي التوازن المشع فهو عبارة عن نقطة واحدة تترتب حواليها القطع زي مثلا هون طاولة الاجتماعات وحواليها الكراسي أو مائدة الطعام وحواليها الكراسي هلا عندي يا مس لنعرف شو يعني التركيز بحكي لنا هون التركيز في يجب بكل تصميم نقطة اهتمام بتجذب العلم شو يعني أي تصميم أنا بدي أصممه أو أي مكان عام عندي لازم يكون بهذا المكان نقطة أو إشي بتخلي الإنسان ينجذب للمكان زي مدفأة الحطب قطعة أثاث لوحة فنية على حائط معين فإذن يا مس هو عبارة عن تصميم إنه كل تصميم يجب أن يكون فيه نقطة اهتمام تجذب العين إله طبعا دون هاي النقطة الاهتمام اللي موجود عندي بالمكان رح يكون عندي التصميم ممل وتصميم روتيني التماغم عبارة عن الحركة اللي بتتباحها العين لتمر بسهولة ويسر على مجموعة من الخطوط والأشكال والألوان إلا لازم أنا يكون عندي لازم يكون عندي حركة فيها تناسق للأشكال والألوان بحيف إنها تكون مريحة للعين تمام يا ميس ويضفي طبعا عندي للتصميم حركة محببة بتتابع منتظم طبعا بدي أعرف إنه بتحقق اللي هو الإقاع الموسيقي هون شبهوا إنه لازم يكون الترتيب الألوان والأشكال عبارة عن إقاع موسيقي لكن بتحقق عن طريق النظر وليس السماء لنعرف المصطلح الرابع اللي هو الترتيب هو مقارنة جزء من الغرفة مع الكل طبعا لازم لما أنا بدي أشتري الأثاث المنزل إنه يكون الأثاث بتناسب مع حجم وشكل الغرفة بدنا نشوف هون الأشكال هاي هلأ هون بحكي لنا الكرسي عندي هون ما بتناسب مع حجم الغرفة لأنه هون الكرسي صغير عفوا يا مس هون الكرسي كبير فهذا الكرسي ما بتناسب مع حجم الغرفة بالشكل الثاني عندي هاي الكرسي هون الكرسي الصغير فالكرسي كمان ما بتناسب مع حجم الغرفة هون يا مس الكرسي الموجود عندي عبارة عن حجم متوسط فهو متناسب مع حجم الغرفة فبننعرف إنه بالشكل اللي هون الحجم الكرسي ما تناسب مع حجم الغرفة هلا عندي هون في معلومة بيحكي لنا بهاي المعلومة انه كل ما كان المكان مزدحم بقطع الاثاث بيخلي الانسان يشعر بضيق وكل ما كانت قطع الاثاث متعددة الاغراض وقليلة التفاصيل التفاصيل بيكون الامر افضل مش شرط انه اذا كان عندي المكان مزدحم بالديكورات فهو يكون متناسق وجميل بالعكس ممكن يكون ديكوراته خفيفة وبسيطة ويكون بنفس الوقت جميل هون هلا عندي يا ميس النشاط اللي هون رح اعطيكم النقاط بس المهمة اللي فيها علل تمام في عندي هون النقطة الثانية عندي نقطة مهمة تجنب وضع قطع الاثاث في الممرات والمداخل علل ليش للسماح بحرية الحركة يعني انا لما احط قطع الاثاث بالممر او بمدخل المنزل ما رح انه اتحرك بحرية فما بيصير لازم ما احطهم بهذا المكان في عندي كمان هون نقطة الخامسة بحكي لنا ضع المقاعد حول اكبر مقعد بشكل يحقق التوازن مع مراعاة تقريب المقاعد ليش انا لازم احقق التوازن احط المقاعد قريبة لانه اهم ما يميز هذه الغرفة العلاقات الاسرية يعني كل ما كانت المقاعد قريبة الشعور اللي بيكون موجود بالغرفة انه شعور الاسرة بيكون جميل تمام هلا يا ميز عندي في نقطة تمانية بدنا نعرف شو يعني مكملات جمالية لما احكي لك اعطيني مثال على المكملات الجمالية اللي هي عبارة عن التحف المرايا والزهريات والازهار لوحات فنية تمام هدول بحكي عنهم مكملات جمالية هلا بحكي لنا هون علل عدم شغل اركان الغرفة كلها ليش مش لازم انا احط بكل مكان بالغرفة فرضا تحف مرايا ازهار لوحات فنية لانه اذا كانت الغرفة ما فيها اه تحف كثير ومرايا كثير وازهار كثير بتاعتي راحة بصرية تمام في عندي هون يا ميز تمرين تمام هلا انا هاد التمرين ما بدي اياه ما في اشي مهم فما راح اعطيكم اياه هاد عندي مش مهم فما بدي اياه راح نوصل هلا يا ميز لأسئلة الدرس اه بتمنى انكم اه تكتبوا اسئلة الدرس على الدفتر سؤالوا جوابي بشكل مرتب وياريت يا ميز اه انكم تلتزموا بحل الاسئلة وما حد يبعت لحل الاسئلة على الواتس لانه انا ان شاء الله يا سابع يوم الاثنين راح اخذ منكم الدفاتر واصلحها ويعطيكم العافية اشتراكم في القناة يا ميزة يا ميزة اشتركوا في القناة